أوضح نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي دكتور عبد الله بن محفوظ أن أبرز المشروعات السعودية الجديدة المعلن عنها في مصر والتي تصل استثماراتها الإجمالية لنحو 10 مليارات دولار هي مشروع شركة أكوا باور والتي تقوم بتنفيذ مشروع محطة الأقصر لتوليد الكهرباء باستثمارات تبلغ مليارين و300 مليون دولار ومشروع منطقة الشيخ زايد بالشراكة مع وزارة الإسكان باستثمارات تزيد عن 20 مليار جنيه والتابع لشركة سوديكت كما علنت شركة جولد برايمدز بلازا عن افتاح فندق فيرمونت في شرم باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه ومجموعة البترجة الطبية بتنفيذ مشروعها الجديد في مصر لإنشاء المدينة الطبية باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه بالإضافة إلى إعلان شركة الراجحي الدولية للاستثمار الزراعي عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليارين جنيه لمشاريعها الزراعية